نذهب إلى الخبر التالي حمزة ومع كل المشاهدين عبر الشروق نت وفيه الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف دعمها للإحتياجات الإنسانية في السودان اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير مساعدات التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسودان مؤخرا خطوة نحو تطبيع العلاقات السودانية الأمريكية وأشار إلى توقف الدعم الأمريكي على مدار ربع قرن عقب إدراج أمريكا السودان ضمن قائمتها للدول الراعي لإرهاب في العام 1993 في العالم نعم وأكد الناير أن استئناف تقضيب المساعدات بداية ومؤشر لتجاوب البيتمع الدولي مع السودان عقب ثورته الشعبية وتكوين حكومة انتقالية للوصول للشرعية الديمقراطية مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بإسراء الخطى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستفيد من تلقي المساعدات المالية وإعفاء الديون هنا مؤشرين واستفهام واضح فيهما أولا تجاوب المجتمع الدولي وتفاعله مع السودان بعد ثورة ديسمبر إبريل المجيدة ومن ثم مؤشر واستفهام عن تمديد حالة الطوارئ يعني إلى أي مدى هنا يكون الاستفهام أولا ينبقي عندما نتحدث عن هذه المسألة أن ندرك إدراكا تاما أن وكالة التنمية الأمريكية لم تتوقف من مساعدة السودان ولكن للملابسات السياسية كانت الوكالة تقدم دعمها كانت تقدم دعمها من خلال مضلة ملظمة الأمم المتحدة الآن الجديد في هذا الأمر هو أنها تحرص في الفترة الأخيرة على تقديم هذه المساعدات مباشرة باعتبار أن هناك تغيير حدث في السودان فينبقي مع هذا التغيير أن تتغير السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالمساعدات الإقاسية الإنسانية وتقديم لمنظومات المجتمع المدن أما التعامل فيما يتعلق برفع الديون وغيرها هذه سياسات كلية من وزارة الخزان الأمريكية لا تتأتى لها المباشرة في هذا الأمر إلا عن طريق السياسة العلية المتعلقة بالرئاسة ووزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي بشقية مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذا يندل أما فيما يتعلق بالمؤشر هناك كثير من المؤشرات التي حسبنا أنها تقرب المواقف ما بين أمريكا والسودان فيما يتعلق بالانفراجات الاقتصادية والمالية الأمريكية تجاه السودان إلا أن ما حدث في اليومين الماضيين من تمديد حالة الطوارئ الأمريكية المتعلقة بالتعامل مع السودان لا يبشر بكثير خير لأن هذا معناه أنهم يصيروا في ذات الاتجاه ويطالبوا بذات المطلوبات على الرغم من أن السودان في كثير من هذه المطلوبات أنفذ جانبا كبيرا منها كان ينبقي أن يقدر هذا الجانب وأن تعطى التغييرات هذه دفعة من خلال رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا أننا ما ذننا في هذا المربط لم يتغير كثير اتجاه أو لم تكن هناك مؤشرات جادة في رفع هذا الأمر بقدر ما تأتي مثلا من السفارة الأمريكية ممثلة في القائمة بالأعمال الأمريكي بأن هناك أمر وشيك في هذا الاتجاه رفع لناه لكن لم يحدث شيء ملموس نستطيع أن نقول أن هذا أحد المؤشرات المهمة لرفع هذا الأمر أو لرفع العقوبات المفروضة على السودان فيما يتعلق بقائمة الدول الراعية للإرهاب أستاذ ماملور رجعنا بالذاكرة كده شوية لاجتماعات العامل والمتحدة بين نيويورك إشارات عدد من رؤساء الدول الشقيقة لإزاحة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأيضا التنديد كان من قبل حمدوك بأن ما ذنب الشعبية فحثما كانت نظام الصابق كان له الأثر الكبير الحالة أو الصورة واضحة الآن لتعافي السودان تدريجيا نحو عملية السلام كثير جدا الولايات المتحدة تربط إزالة اسم السودان بعوامل أخرى ربطتها بعملية إحلال السلام والآن يتم التفاوض بجبال لتواصل لصغة السلام نهاية هل الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة عن هي روتينية فقط ولا لديها من لعبة المصالح المشتركة ما وعد به وزير المالية في أن خلال 2020 هناك بعض المؤشرات المتعلقة بالديون إن كان هذا الأمر صحيحا معناه هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل بإشارات مهمة إلى السودان بأن يسرع في إنفاز بعض المطلوبات خاصة المتعلق بإحلال السلام في جميع ربوع السودان يعني في الإقليمين جنوب كردفان والنيل الأزرق إضافة إلى إقليم دارفور بأقاليمه الخمسة الأمر الثاني والمهم في هذه المسألة هو أن الرفع اسم السودان من قائمة دول الرائعة للإرهاب لن يقتصد في تحسين العلائق ما بين السودان وأمريكا لأن هذا يشكل مضاغطة حقيقية للمعاملات المالية والاقتصادية والتجارية ما بين السودان وبين كثير من الدول حتى ما بين بعض الدول العربية والخليجية فلذلك نحن أحرص ما يكون أن نعمل في هذا الاتجاه اتجاه أن يرفع اسم السودان من قائمة دول الرائعة للإرهاب حتى تنفرد كل مقاليق العمل الاقتصادي والتجاري والمالي بين السودان ودول العالم الأخرى خاصة التي الولايات المتحدة لها عليها تأثيرات واضحة أستاذ إمامي في نقطة لربما يكون فيها تناقض قليلا يتحدث عن إيصال مساعدات كانت مقفولة لربع قرن من الزمن يتم التوصل مجددا لفتح منظمات المختلفة الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية للسودان وجانب آخر هو جانب تمديد حالة الطوارئ في ظل الحصار المفروض على السودان لقامة دول الرائعة للإرهاب يعني لم نشهد بستثمارات حقيقية هل فقط ننتظر كل ما يأتي من معينات خارجية والسودان لا ذال في الحظر الاقتصادي نعم هذه إشكالية من المهم أن نعالجها معالجة حقيقية بالعمل جدية واجتهاد في إطار إنفاز هذه المعالجات المتعلقة بالعلاقة السودانية الأمريكية لأنني كما أشرت آنفا أنها لن ولم تقتصر على العلاقة السودانية الأمريكية بل تأثيراتها تمتد إلى كثير أما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض المنظومات المجتمع المدني وبعض المنظومات الإنسانية لا يعني هذا بأي حال من الأحوال كثيرة مؤشر لانفراج علاقتنا لأنني كما أشرت لك آنفا أن وكالة التنمية الأمريكية لم تقطع صلاتها بالسودان مباشرة ولكنها تعاملت عن طريق منظمة الأمم المتحدة الآن هناك بعض المكاتب باسم الأمم المتحدة ولكن الدعم الحقيقي الذي يأتيها هو من الولايات المتحدة الأمريكية والذين يقورون داخل العمل الاقتصادي أكثر علما بهذه المسائل أن الولايات المتحدة في الفترة السابقة أرادت أن ترسل رسالة أنها لن تتعاون مباشرة مع النظام السابق ولكنها لم تسقط عن الاستجابة لنداءات ومراشدات الإقاسات الإنسانية في قليم السودان المختلفة نعم سيدنا بك جدا أستاذ إمام محمد إمام نتمنى أن تلتغي إن شاء الله في موعد قادمة مزيد من الأحداث بكل تاكيد تتابع عبر الشرونت ولكم التحليل أحداث تكون إن شاء الله مبشرة بالخير وبانفراج العلائق السودانية الأمريكية ومن ثم رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب طابت جمعتكم وجمعة مشاهديكما في السودان وخارجه شكرا جزيلا